لورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور أرحل أرحل عمر بتعمل إيه يا عمر بسم الله الرحمن الرحيم جيت منان أنا جيت يا عمر مالك فكك التلفزيون كده ليه بتعمل فيه إيه أصلا عايزه يجيب قنوات كتير يا لأ قنوات إيه بس يا عمر الرجل جي وزبط هولنا وعمل في كل حاجة فيه وزبط الأسلاك وكل حاجة إيه اللي خلاك تفكوا لا لا لأ يا لأ أنا عمر الباطل طيب يلا ركبوا طيب خلينا نشوف إيه هيحصل طيب في مينت بس في مينت هتلاقيه جاهز وجايم قناهات قد كده ماشي يلا وريني جاهزين عشان تشوفوا عمر البطل مجاهز لكم ايه على التلفزيون ايوا يا عمر يلا شغل التلفزيون ورينا حاضر يلا انشغلوا بسم الله الرحمن الرحيم يلا انشغل التلفزيون عمر عمر ايه في ايه وانا مين وايه احنا فين امي عمر احنا في البيت معلش انت تكهربت من التلفزيون مانا قلتلك ما تصلحوش ايه انا تكهربت يعني شغل ايه شغل ايه ايه ده انا كنت لسه عامله باللستشوار وجميل امي يا بابا انت لقتنا عليك امي يلا يا عمر تعالى طيب ها امي اصلحوا تاني لا تصلح ايه يلا عشان هنتصل بموظف خدمة الصيانة هو عيجي ياخد التلفزيون ويصلح يعني اه لا انا مش هصلحه ده انا عمر البطل اه ايوا ايوا انا عارفة يا عمر انا عارفة تعالى بس اقوم عود وارتاح طيب هتزيدك تعال مسئل خير يا فندم ازده يا حضرتك يا استاذ عمر معاك استاذ محمد الشرنوبي من خدمة صيانة التلفزيون طيب كلمتونا ايه اللي حصل يا فندم بالزبط التلفزيون قهربني يا استاذ شرنوبي خلاص يا استاذ عمر هناخد التلفزيون عندنا هنصلحه ونجيبه لحضرتك على طول طيب بس اصلحه بسرعة عشان احنا ممنضعش نعب من ور التلفزيون ان شاء الله يا استاذ عمر هيتصلح على طول واول ما هيتصلح يا فندم هنجيبه لكل حد البيت طيب بس بسرعة والنبي حاضر يا استاذ بس اني يا ماما كنت عايزة فرق بقى بقرطن بتاعي وإحنا هنفضل عادين زهانين كده يا ماما ولا ايه خلاص يا ولات انا جات لي فكرة ايه هي يا ماما انطلع فوق و احكيلكو على قسه بس ايه جميلة ايه وتعجبكو هيهي ماما كأت حكيه لنا قسه تستني يا ماما الاول ما سلمنش على اصحابي ايوا اي صحيح ما سلمنش عليهم طيب يأنه نسلم على عليهم بس لهولا المقدمة يا سجدと思います طيب طيب يا بابا اصحابي الحلوين المستعدين تعد معايا من احد لخمسة تكونوا فقط إزراء اللايك وعملكوا نشتراك كتير كتير فعلوا نسروا الغرس وعملوا نشاركوا مقبولاً من أصحابكم يلا أحادوا وعدوا معايا واحد اتنين تلتة اربعة وخمسة وشكراً ويلا باعشان نكمل الحلقة ونشوفها لها تحكي لنا حدودتين مهاردة كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام استني يا ماما إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يا يوسف شاطر لازم أول ما تيجي سرط النبي لازم نصلي عليه يلا يا أولاد نبدأ الحدودة كان فيه ملك والملك ده كان طيب جداً ولكنه جاف يوم وتعب تعب شديد وأصبح في الفراش ما بيقدرش يقوم ولا يعمل أي حاجة وجات حكيمة القصر وقالت لابنه الأمير مولايا الأمير أنا أسفاً يقولك إن لازم الملك تجيب له أرنب والأرنب ده موجود عند راجل شرير مش عارفة هتقدر تجيبه ولا هتعمل إيه بس لازم مولانا الملك يخف بالأرنب ده يا ولدي الملك أنا هروح أجيب الأرنب حتى لو هو كان فيه عشان تجي الأرنب وتأكله وتبقى بصحة قويسة يا حبيبي يا ابني روح روح يا أمير ربنا معاك وفدل الأمير ماشي كتير كتير جوه الغابة على أمل إنه هو يلاقي الأرنب ده موجود فين ونزل من على حصانه الجميل وقعد يبص يمين وشمال بيفكر فين هيلاقي الأرنب إيه ده الأرنب اللي أنا بدور عليه طالي هنا طالي وطلع يجري الأرنب وطلع الأمير يجري وراه ودخل الأرنب جوه جحر كبير ودخل الأمير وراه أنا لازم أجيبه عشان ولدي طالي هنا طالي أرنب ولما وصل الأرنب لنهاية الجحر والأمير قرب عشان ياخد الأرنب الأرنب فجأة تحول وبقى إيه إيه ده فين الأرنب اللي كان هنا وانت مين ما تخافش ما تخافش أنا الأميرة جميلة وللأسف الراجل الشرير أخدني وخطفني وخلاني هنا أنا أصلا أميرة لكن الراجل الشرير خلاني الصبح أكون أرنب وبالليل أرجع لطبيعتي وأكون الأميرة وانت إيه اللي جابك هنا عشان ولدي مريد وهو محتاج يأكل أرنب ما يديدش عمره عن خمس سنين أقدر أدلك على واحدة طيبة تقدر تديك الأرنب اللي انت عايزه وكمان أرجوك تساعدني الست دي تقدر ترجعني تاني لطبيعتي ها هتساعدني طيب لو انت ساعديني أنا هادر أروح للست دي طبعا هساعدك وأقولك مكانها فين عشان تقدر تلحق والدك وبعدين ابقى تعالى انقذني وفجأة ظهر الراجل الشرير وللأسف سمع الأمير بيتكلم مع الأميرة إيه دا أنت بتعمل إيه هنا يا رجل إتا أنا عايز أخذ الأرنب عمره خمس سنين وبعدين هبأرجعنك وتعاقمني براحتك لا مفيش عقاب وكمان مش هتروح من هنا ليه كده بس هو كده طلوني من السدودة طلاني يا رجل يشيرين إنتا لا مش هطلعها وهتفضل في السندودة على طول استنت الأميرة فرصة إن الراجل الشرير راح في النوم بالليل وجريت على طول على السندودة عشان تفتحه وتخرج الأمير منه شكرا يا أميرة إن انت أنقصتني من السندودة العفو يا أمير بس أرجوك روح بسرعة للستة الطيبة دي واخد منها الأرنب وإنكس باباك وتعالى انكزني بسرعة طيب هروح أنقص وزي الملك وبعدين هبأرجع لك على طول مع السلامة يا أمير مع السلامة يا أميرة وراح الأمير بسرعة وركب حصانه الجميل عشان يروح للستة الطيبة وياخد منها الأرنب وينكس باباك ويرجع فورا للأميرة لأنه كان خايف أن الراجل الشرير ده يعمل فيها حاجة لما يعرف أنه هي اللي هربت الأمير اطلب يا أمير طلباتك مجابة عايز إيه؟ نايز قلنا بعمره خمس سنوات عشان ودي الملك مريد بس كده يا أمير طلبك مجاب في الحال طلبك بسيط وعلى طول هحققه لك عايز ايه كمان يا أمير؟ أني تتنقذ الأميرة أي أميرة بتتكلم عنها؟ الأميرة جميلة هطفها الراجل الشرير أيه؟ الأميرة جميلة في قدين الراجل الشرير؟ بسرعة وفي الحال هاجي معاك يا أمير وفي الأول هلبي لك طلبك وهجب لك الأرنب اللي انت عايزه طيب بس بسرعة عشان تزامنه دلوقتي أعرف أنه هي هربتني ما تقلقش يا أمير انت معاك الستة الطيبة هبرة كدبرة تعالى يا أرنب وانقذ الملك وبص الأمير لقى بسرعة بسرعة الأرنب بقى في قديه وراح بسرعة هو والستة الطيبة على طول على الكسر عشان ينقذ بباه الملك ورجع الأمير بالأرنب للملك بسرعة والحكيمة قدت الأرنب للملك وفي الحال أصبح الملك جميل ومعافى وسليم وفوراً الستة الطيبة جات عشان تستأذن الملك وتقوله أنه هو لازم تروح هي والأمير وتنقذ الأميرة جميلة مولايا الملك تسمح لي أخذ الأمير ونروح بسرعة ننقذ الأميرة جميلة قبل ما الراجل الشرير يعمل فيها حاجة وحشة طبعاً طبعاً أسمحلك يا ستة يا طيبة كفاية اللي انت عملتي معايا روح يا أمير يلا بسرعة روح انقذوا الأميرة جميلة وما ترجعوش اللي بيها ودخل الأمير والستة الطيبة وبصوا لقوا الأميرة جميلة الراجل الشرير رابطها في الكرسي عشان ما تتحركش إيه اللي أعمل فيك جدا يا أميرة الراجل الشرير رابطني عشان ما تحركش تاني وأعمل أي حاجة تاني تزعله أخيراً جيت يا ستة يا طيبة أيوة أنا جيت والأمير هو اللي جابني ودلني على مكانك وما تخفيش يا أميرة أنا هنقذك وأنا اللي هقف للراجل الشرير يلا يا أمير خد الأميرة جميلة بسرعة برة وأنا اللي هتصرف طيب بس أروني أسيبك لنا لوحدك يا ستة يا طيبة ها 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 ما تخافش يا أمير يلا خد الأميرة واطلع انت وديتي فين الأميرة يا ستة يا شريرة أنا برضو اللي شريرة بسرعة أنا اللي هخلص العالم منك والكون كمان الأميرة جميلة أصبحت في حمايتي ومش هتقدر أبداً تيجي جنبها تاني بقى دي أني يا ستة يا أحسن هحولك لأرنب ها 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 تحولني الأرنب العصايا السحرية طول ما هي معايا عمرك ما تقدر تعملي حاجة اه العصايا السحرية لا أنا بجد أضعك لا طبعاً أنا دلوقتي اللي هحولك وهتشوف هحولك لإيه عشان تاني مرة ما تقزيش الناس هبرة كدبرة هبرة كدبرة يلا يا عصايت يا سحرية حولتيني لإيه حولتيني لإيه ها 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 حولتك لإرد إيه أرد لأ لأ رجعيني لطبعتي والنبي عمري ما هرجعك تاني يا راجل يا شرير وهتعيش طول عمرك بالشكل ده عشان تاني مرة ما تقزيش أي حد أبداً مش هازي الناس بس رجعيني لطبعتي لأ أنا كده وظيفتي انتهت ورجعت الستة الطيبة مع الأمير والأميرة جميلة للأصر المولانا الملك ورجعت الستة الطيبة الأميرة جميلة لطبعتها وخلاص ما عادتش بتتحول أرنب الصبح تاني وتجوز الأمير من الأميرة جميلة وكمان نسيت أقول لكم على حاجة مولانا الملك اتجوز حكيمة الأصر لأن هي علجته وكانت خايفة عليه جداً وتوتا توتا فرغت الحدوتة يا أولاد إيه رأيكم في الحدوتة؟ هل مقابل يا ماما؟ بصوا بصوا جرس الباب يرين أكيد التلفزيون ده ده أنا أجي حدد فكرة هوصل السيرك الأحمر بالسيرك الأخضر عايز تتكهرب تاني يا عمر؟ يلا يلا بسرع عشان ناخد التلفزيون من الراجل ونركبه طيب يا ماما وبكده يا أصحابي تكون إداد حلقاتنا يا رب تكون أجاباتكم بس أبراً إيه الحلقة يلا بسرعة بسرعة روح في القرص زر اللايك وعملوا اشترك كتير كتير وفعلوا زر القرص وعملوا مشاركة مع أكبر عدد من أصحابكم ويلا سلام